لفظة جس النبض العسكرية تلك التي تعلنها قوات الجيش الإسرائيلي كعنوان لتعمق قواته البرية في لبنان ليصل تخوم مدينة الخيام أول مدن الجنوب اللبنانية تأتي وفق تصريحات الضباط الإسرائيليين في السياق التأكيد على إحباط قدرات عناصر حزب الله في تعريض المستوطنات الشمالية بالصواريخ أو المسيرات التي تصل لعمق إسرائيل ومع خوض تلك العملية البرية التي قد تعطي تلميحاً أسكرياً بتعميق أيام الحرب بين إسرائيل وحزب الله إلا أن ثمت ما يرشح في تقارير وردت لوسائل إعلام من قبل استعداد حزب الله لقطع ارتباطه بمعركة غزة ووصوله لقناعة إنهاء الحرب في لبنان خلال أسابيع تتحرك أمريكا بدورها بمستشاري رئيسه على الفور إلى إسرائيل للتوصل لذلك الاتفاق وفق مصادر أكسيوس والتي جاءت تؤكد تصريحات الجيش الإسرائيلي لغراف القرار السياسي في تلعبيب بأن الوقت بات مناسباً لإنهاء القتال مع حزب الله الداخل الإسرائيلي يتحدث بلغة ملامح توافق بين البيتين السياسي والعسكري والتي ألمحت لذهاب نتنياهو نحو صفقة إنهاء الحرب لكن الحديث بدأ باعتراف وزير الدفاع يواف جالنت عن أن مقتل عسكريين وخسارات أخرى سجلت يوماً صعباً للجيش الإسرائيلي في لبنان وهو ما يدعم اقتراب عقد صفقة نهاية الحرب لكنها تعتمد على اتفاق ينص على إعادة تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 وينص على فترة انتقالية تمتد لستين يوماً ينقل خلالها حزب الله أسلحته الثقيلة شمال نهر الليطاني بعيداً عن الحدود الإسرائيلية بينما يجهز الجيش اللبناني لنشر نحو ثمانية ألاف جندي على طول الحدود ليطرح السؤال هل تنهي إسرائيل الحرب في لبنان؟ أم هل تخلى ذراع إيران الاستراتيجي عن شعارات مساندة فلسطين؟ أم أن ما تعرضت له إيران غير الحسابات لحزب الله لتحل الطاولة بديل السلاح والنار؟